مسسل المراس ملخص احداث الحلقة 564 واللي بتبدأ ببدر رايح وجاب الفلوس وبيديها لأبابا وبيقول الفلوس ايه انا رجعتها لكم طبعا الكل بيسأل فهدي بيقول جبت الفلوس دي ازاي جدا موزنا بترد على فهدي وبتقوله ايه الان او يعني على مراتك واهلها اللا بسأل الان اكتر على خويا يا طارع عملت ايه علشان ترد الفلوس دي بيرد بدر وبيقول انتو مش فرحانين انا كنت فاكرة انتو هتنبستو بحاجة زاي كده تركوا فلوسنا العشرة مليون اللي اخدهم مننا زيد ماجد بيقول انا عايز اعرف الفلوس دي جات ازاي رد وقال مش مشكلة جات ازاي هي اللي جات لحد عندي اهم حاجة انيها جات لكن كان رد ماجد ان هو عايز يعرف الفلوس دي جات ازاي بالزبط ازاي يعني بتمشي مثلا لكن بيرد بدر وبيقول ان الفلوس دي زيد ما جابهاش ولا حاجة مراته مشاعر هي اللي جابتها مع صدمة الكل مشاعر بتروح لراشد الكافيب وتقوله انا سوتها سوتها يا عمي اخدت الفلوس ورجعتها لبدر خلاص بس انا خايفة دلوقتي وقال انا مرد فعل زيد انا مش فاهمة ممكن يعمل فيها ايه بالزبط لما يكتشف حاجة زي كده لكن بيطمنها راشد وبيقولها مش حيقدر يعمل حاجة اطمني طالما عملت الصح لكن برضو لسه قلقانة جدا ومتخوفة لو زيد عارف ممكن يعمل فيها ايه وكانت خايفة منلاقي بعد كده البنات جمانة وجود وجانة قاعدين بيحضروا السيفي اللي حيقدموه في الشغل اللي حيروحوه طبعا بتقولهم جمانة ان هي ما بتعرفش اي حاجة وعايزة مساعدتهم انها تكتب السيفي خاصة انها لا بتتكلم انجليزي ولا معها لغة فرنساوي ولا معها اي حاجة ولا بتفهم اصلا في حاجة بيترياء عليها وبترد جودو بتقول عمتي معاها فلوس واكيد الفلوس دي بتاعتها بس هي مش عايزة تصرفها علينا فاكرين لما قلت ان انا ضيعت عمري عليكم اكيد طبعا واخد الفلوس دي ان هي حقها مش راضي ان هي تساعدنا جمانة بتقترح ان هم يعملوا مشروع لكن طبعا ما فيش فلوس جمانة بتقول لهم انا ممكن اروح لسامح ابو كرش واقول له ان انا بحبه وبموت فيه واجيبه عشان يتجاوزني عشان نفتك من موضوع الشغل ده وفضحكه قاعدين بيزبطوا السفيهات وبيقدموا في وظيف شهد بتسأل فهد ايه الاخرك كل ده قلقتين عليك قال قلقتي علي ولا وحشتك قلت له ان ابو جد كنت فيه بيردوا بيقول لها انا كنت عندي اهلي قلت له فعلا اتصالحته وبقيت كويسين مع بعض خلاص قال لها ابو يجي وقال ايجي علشان خاطر عمي الاجتماع يعني بس ورحت قالت طيب وعملت قف الاجتماع قال مفيش الاجتماع تلغى قالت مش فاهمة برضو رد وقال يا ستي بدر جه وبيفرحنا ان الفلوس رجعت جابها من مشاعر مشاعر مرات زيت هي اللي جابت الفلوس دي العشرة مليون فلوسنا وطبعا زيت ما يعرفش وياريت ما تقوليش لأي حد بعد كده منلاقي خالد بيدخل وبيدي اللابتوب لزينا وكمان الموبايل بيرجع لها حاجتها طبعا هي موجوعة جدا وازالنا على اللي حصل بيحاول ان هو يخفف عنها ويقول لها بكرا ان شاء الله تنسي وترجع جامعاتك تاني وتعيش حياتك عادي قالت انا تواجعت كتير يا بابا قال لها ما يهمكيش كانت عايزة كمان شاحن اللابتوب ولما قال لها حاجب لك قالت طبعا عايزة بقى اللابتوب قال لها لأ بعد كده بيقول لها ان شاء الله حتنسي وتبدأها تعيش حياتك عادي مش عايز كتير عاحمل حاجة ولا تزعلي ياسمين بتتكلم معا جدا موزنا وبتقول لها منين بتقوليلي ما جيش تاني المشغل وانت اللي طلبت مني اجا اشتغل بتردك جدا وبتقول انا قلتي تيجي تشتغلي مش تيجي علشان تبوظيلي المشغل قالت لأ طبعا انا زنبي ايه دلوقتي اذا كان سلطان جيه ومنصور لحق بترد وبتقول لها زنبيك طبعا انت اكيد مبسوطة يعني بلمتهم حواليك فرحانة قالت لأ طبعا مش فرحانة ولا حاجة بس ايه لي في ايه يعمله قالت انت مبينة رسلطان ان انت مش سعيدة في حياتك مش عايزة تحربي عشان خاطر جوازك ده بالعكس ضعيفة جدا وطبعا اكيد هو عنده امل اكيد انت مدياله امل قالت ازاي انا واحدة متجوزة قالت لها عادي ما في حاجة اسمها طلاء ما انت لو فعلا مبينة له انك سعيدة ما كانش عامل كده عمتا انا بحذرك كله الا ما اشغل شروط زيت بيقول لي ما شاعد خلاص تطمني الدكتورة بتقولي ان ممكن تكون نسبة التشوه دي مش موجودة هي بس شكة لكن انا وانت بتأكديني ان ان شاء الله بنتنا حتبقى سليمة وزي الامر كمان خايفة من ايه قال انا من ايه انا واصل جدا مش عايزك تقلاقي من حاجة قالت له بس انا خايفة قال لها خايفة من ايه بس بتقول في نفسها خايفة منك لو عرفت موضوع ان انا رجعت الفلوس لبدر الجدة موزنة بتروح لماجد وبتقول له شفت شفت بدر طالع راجل ازاي وردلك الفلوس زي ما وعدك كنت دايما بتحمله اعباء اي حاجة اي مشاكل تحصل في العيلة او طالع فعلا الراجل وقدر ان هو يرجع لنا فلوسنا بيرد بيقول لها نص فلوسنا بس قالت يعني ايه انت خلاص مش هتبيع الفلا قال لا انا مش هبيع لكن هشتري شكله نوي يشتري نص الفلا من اخوه مشاعر في المستشفى وبيدخل عليها بدر بيقولها سلام عليك وبتقول انت عارف بقلك قد ايه ما سلمتش علي قال لها يا ستي بقى خلاص من بشال بكي سود يعني انا اسف قالت ايه ده وبحنا الصبح قال لها انت هنا من مبارح انا عارف ان انت ما عندكش من اوبا يعني قالت انا بهرب بهرب علشان قطر ما قابلش زيد او لو عارف موضوع الفلوس ممكن يعمل فيه ايه احسن حاجة للانسان ان يكله مكان يقدر ان هو يهرب فيه وانا عملت كده بيقولها خلاص انا جابلك فطر معايا بيديها ساندويتش بتقول ان الساندويتش ده اغلى ساندويتش لانه بعشرة مليون ريال بس طبعا بيأكله بدر وكان فيه مربة وبيبهدل البالتو بتاعه اسيا بتصحى لرسالة من النواف رسالة صوتية بيقول لها يا ريت كان فيه مشاكل مع ان مش رائع مشاكل يعني بس عشان قاطب تيجي الشركة ونشوفك انا اتمنى ان اشوفك تاني قريب يا ريت تيجي واذا كنت نعي اهم التوصيل انا ممكن اوصلك فيه استراحة وبريت للغدا بتبتسم كده طبعا لانها مستغربة تصرفات نواف بتدخل خديجة بالقهوة بتقول لها اسيا كان ممكن ما تقوليش حاجة الحور الا خلاك تروح تقولي ما سمعتش كلامي ليه قارت لها حور ما كانتش حتسكت غل ما تعرف انت كمان رح تقولت لها ان انت اللي لقيت التليفون وكانش ينفع اخبي عليها فعشان كده قلت لها ان انا لقيت التليفون لكن اللي احنا مستغربين وحنتجن من فعزة ان انا وحور ان التليفون موجود في نفس الدرج اللي دورنا عليه كتير بترد اسيا و بتقولها ولا تتجنيني ولا حاجة عادي اللي اخد التليفون اخده عمل فيه مصلحة بتاعته ورجعه تاني في المكان اللي ممكن تلاقه فيه بدري بيروح للممرضة وبيديها البلط بتاعه علشان وقع عليه المربو وبيطلب ان هو ينظف المكان اللي كان قاعد فيه بيقعد يمسك التليفون وبتدخل جمانة وبتقدم على الشغل بتقول ان هي عايزة تعمل انتروفيو اصلا مش عارفة تتكلم ولا بتقول كلام انجليزي صح طبعا ان ممرضة بتقولها تفضلي عادي بعد كده حالبقى اندخلك طبعا بتبقى متوترة وخايفة خاصة لما شافت بدري وفكرت ان هو جاي على شقاطر يقدم في الوظيفة اللي هي رايحة لها بتفتكر كلام عمتها لما قارت لها خدي نفس واهدي وبلاش توطر اصبت لهم دايما وانت هناك ان انت اللي حتفوزي بالمنصب ده وكأن لك وسطة او جاية ووسطة ان انت فعلا حتفوزي بالمنصب ده وده اللي بتعمله فعلا قارت لها كمان تقول كلام انجليزي وفرنساوي كتير علشان تباين يعني ان هي محترفة وده اللي عملته طويل الوقت يعنيها على بدر بتتكلم انجليزي غلط وطبعا بدر مش مهتمة اصلا بيها لكنها بتقوله ان هو كده كده مش حيفوز بالوظيفة الوظيفة اصلا طالبين بنات وبتقوله ان هي حتفوز وبتقوله ما تعطرش نفسك ويمشي طبعا هو مستغرب ايه بنت المجنونة دي بس الالان جدا على اسمين بيتصل بيها وهي كانت وقفة على الباب يفتح لها وبيقولها كنت فين كل ده قارت له ما انا قلت لك اني جاية ليه الان يمسك ايديها وبيقولها ايه ده اللي حصل في ايديك قارت له غريبة يعني جدا مزنة ما قارت لكش انا كنت فكرة ان هي بتحكي لك كل حاجة بس الال ايوة قارتلي طيب الجرح ده من ايه قالت بعد ما انت ممشيت سلطان جيه ويلحقه منصور قال ايوة انا عارف كل ده الجرح ده جيلك منين قالت سلطان سحب المؤسع لشان يضرب منصور انا وقفت له طبعا قال ايوة يعني انت كنت عايزة تموت نفسك قالت ايوة جوزي اعمل ايه قالت يعني كنت ممكن تموتي ليه اصلا مقفتي وكمان ليه ما بلغتيش الشرطة قارت لأ طبعا ابلغ الشرطة هيتحبس يوم ولا اتنين ويخرق قال لها ولا كنت خايفة على منصور قارت انا خفت على نفسي كمان قال لها احنا لازم نشوف حل الموضوع ده قالت يا ريت ايه هو الحل بفكر شوية باس اللي بيقولها اهربي سافري رحي اي مكان بعيد هور قاعدة في القوضة شاهدني بتدخل لها وبتقول لها يعني مش هتروح الشركة قالت لها لا مش هروح الشركة ومش هروح في حتك لما يوسف يجي علشان يشوف لي حل بقى شاهد قالت لها هو انت لسه برضو بتفقري في الكلام اللي قلتين بارح انا كنت فاكرة مجرد كلام قالت لها لا مكنش مجرد كلام ولا حاجة ممكن اعملها جدا مع زيدي لو محدش خالي حقي منه ومستنية يوسف لما يرجع خديجة بتيجي وبتقوله من ابراهيم تحت بيجروا بسرعة علشان يطمنوا على يوسف بيقولوله ايه ده انت لوحدك امال فين راح يوسف بيرده بيقول هرب معرفش راح فين ما لقتوش دورت عليه وبتصل بيه مش بيرد كنت حاعده اعمل هي يعني جيت حور بتقوله ايوه يعني برضو فين وحيرجع امتى رده قال يوسف مراحش علشان خاطر يدفن هيفا يوسف هرب بيسدمه طبعا حور وشهد بعد ما بيعرفوا ان يوسف خلاص مش حيرجع تاني من لايه بعد كده سلطان قاعد ويتكلم معه زينة وبيقول لها ايه رأيك الاداء بتاعي عجبك قالت له اهم حاجة الاداء بتاعي انا اللي يكون عجبك وطيلة والاتنين متفقين علشان يعملوا التمثيلية دي قدام خالد وخالد يطرده وزينة كمان تطرده وتعمل ان هي موجوعة علشان خاطر يسيبها تخرج وكمان يديها التليفون واللابتوب وتبدأ تتصرف براحتها يعني كان اتفاق بينهم وتخلص الحلقة المفاجأة دي ده كان ملخص لاحداث الحلقة 564 من مسسل المرأسي رب ملخص بتاعكم اعجبكم ما تسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد حبكم مرة باي باي